من إسطنبول ينضم إلينا ياسر النجار عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية مرحبا بك سيد ياسر يبدو أن الشمال السوري سيستأثر بشد الانتباه في المستقبل القريب ربما فبعد دعم روسيا والولايات المتحدة هاهم الآن الفرنسيون يأتون لدعم قوات سوريا الديمقراطية بحجة قتال هذه القوات لتنظيم الدولة ما هو المخطط لهذه المنطقة برأيك بداية رمضان كريم على أهلنا في المملكة العربية السعودية أنا أرى حقيقة أن أوان تقاسم الكعكة قد نضج فرنسا لم تعد تقنع بالدور الاتحاد الأوروبي أنه سيؤمن لها مصالحها أو حتى بدور الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين مصالحها أيضا إسرائيل كانت في الأون الأخيرة في موسكو ونيتنياهو يريد أن يكون شريكا واضحا في مخرجات العملية السياسية أو في مخرجات العملية العسكرية التي تحصل في سوريا فرنسا الآن بعد أن جهزت لها قاعدة عسكرية في منطقة عين العرب كوباني أصبح لها تواجد مباشر أنا أستغرب أين هو دور أو صوت الجامعة العربية التي لطالما سمعني أنها سوف تتدخل على الأقل بالتنديد أو في بيان يطالب كل هذه القوى يعني بتبرير سبب تواجدة على الأراضي السورية لم نسمع لتواجد قوات عربية ولا يسمع أيضا لتواجد قوات عربية كانت أصوات تتعالى ضد تدخل المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والإمارات في تأمين الأراضي السورية ولكن الأمر متاح بالنسبة للقوات الاستعمارية هل لأن فرنسا كانت استعمار قديم يحق لها أن تتدخل في سوريا وبدون أي تغطية أممية ولكن هذا الأمر كما خرجت فرنسا في السابق ستخرج حاليا فرنسا وأمريكا وروسيا وكل هذه الدول التي تريد أن تقسم سوريا إلى كانتونات وتريد أن تجعل لها دور مباشر وأساسي فرنسا مهتمة بالغاز بالنفط هي ترى أن هذه المناطق لها دور وتريد أن تكون شريكة في المعادلة الولايات المتحدة الأمريكية لا منع لديها أن يكون لفرنسا دور من أجل امتصاص الدور الأوروبي ولكن بالمقابل تركيا تواجد بضع قوات من المدربين في العراق أصبحت هناك تنديد على مستوى الجامعة العربية ولا يحق أيضا كما ذكرت لقوات دعم دول عربية إسلامية أن تكون متواجدة لرفع الضيم عن الشعب السوري نحن نحمل حقيقة كل الجامعة العربية وكل من يهتم بالشرع الدولية والقوانين الدولية مسؤولية تفكيك هذا البلد من خلال التدخل بدون أي إذن لا من الشارع السوري ولا حتى بالتعاون والتنسيق حتى على مستوى السورة والمعارضة والهيئة العلية التفاوضية نعم ربما سنتجاوز الحديث عن الدول العربية لأن هذه الدول أساسا هي منقسمة حول موقفها من سوريا لكن هذه الدول الداعمة الولايات المتحدة روسيا وأيضا فرنسا يعني لماذا لا نشاهد دعما من هذه الدول للجانب الإنساني على الأقل وإدخال المساعدات خصوصا وأن القصف الروسي والسوري يعيق توزيع المعونات هذا إن دخلت كما حصل في دارية نلاحظ فعلا أن أماكن تواجد القطع العسكرية أو هذه القواعد العسكرية كما ترون هي مناطق تحت سيطرة إما النظام بالنسبة لروسيا أو حتى لإيران التي تحاول أن يكون لها دور في شمال حلب أو في جنوب حلب عفوا في المناطق الشمالية سوريا أو حتى لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المطار العسكري في أرميلان منطقة نفوذ البيدي قوات صالح مسلم الإرهابية وأيضا القاعدة الفرنسية في منطقة عين العرب منطقة نفوذ قوات صالح مسلم أيضا الإرهابية إذن نحن نرى حقيقة أن تواجد هذه القوات ليس معنية في الأراضي التي يسيط عليها الجيش الحر وبالتالي هي غير مسؤولة وغير معنية بالتقديم لا مساعدات لهذه المناطق ولا حتى للمناطق المحاصرة أنا أستغرب فعلا كيف للأمم المتحدة التي يحق لها أن تتدخل وبشكل مباشر وبموجب قوانين دولية نحن نتكلم عن قرار مجلس الأمن 2039 نحن نتكلم عن قرار 2254 يحق للمجلس الأمن أن يقدم المساعدات للمناطق المحاصرة والنظام يتبرر أو يعلل أن إدخال المساعدات هو من المتعذر أو مناطق الصعب الوصول إليها نعلم جميعا أن النظام ليس لديه رغبة وأنه يستخدم سلاح التجوية من أجل قهر إرادة السوريين وخصوصا في المناطق المحاصرة اليوم بعد أن أدخلت هذه القافلة المتواضعة لدارية بعد أربع سنوات هل من المطلوب من شعب دارية أن ينتظر أربع سنوات أخرى من أجل إدخال سلة غزاية تكفي لمدة 15 يوم ومع ذلك النظام شكرا لك سيد ياسر النجار عضو المجلس العلى لقيادة الثورة السورية حدثنا من اسطنبول